موسيقى شاهدين الكرام أهلاً وسهلاً بكم وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد في حلقة هذا الأسبوع نذهب إلى اليمن الكبير بأهله الكبير بقصيدته الممتدة على طول خارطته الأثرية التي لا يمكن أن تنكسر مشاهدين اسمحوا لي أن أرحب بضيفي هنا معنا في الأستوديو الشعر اليمني الأستاذ محمد المثيل حيا الله أستاذ محمد بك وبكل أهلنا في اليمن حللت أهلاً ونزلت سهلاً على بيت القصيد حياكم الله أستاذ مصطفى أنا سعيد بأن أكون معك في هذا البرنامج الكبير بشخصك الكريم تسلم تسلم بهذه القناة الرائدة قناة الرافدين ونحن أكثر سعادة بتشريفك لنا يا محمد وقبل الحديث عن اليمن الذي تحب اليمن الذي تنتمي إليه بكل مشاعرك وكينوناتك ووجدانك قبل هذا وقبل الشعر أيضاً كلمنا عنك قليلاً بحدود ما تحب أن نعرف شيء من السيرة الذاتية فضل محمد حياكم الله أستاذ الكريم طبعاً كما ذكرتم أنا من اليمن ولدت فيها في صنعاء وعشت فيها كل حياتي ثلاثون عاماً لم أخرج منها لأني أحببتها يا سلام ولم أكن أعرف سواها خرجت فقط لثلاثة عوام إلى أبها وهي في الجنوب السعودي عشت من طفولتي ثلاث سنوات لكن حياتي كلها كانت في صنعاء ولم أشأ أن أفارقها أبداً لو أن الأحداث جاءت ففرضت علينا واقعاً جديداً فتركنا بلادنا مكرهين تركنا بلادنا مكرهين والحديث عن هذا الوجع الممتد في روح كل يمني لابد أننا سنتوقف عنده سواء شعراً أو فيما ستقول من مواقف أنت عشتها وكنت شاهداً عليها قبل هذا نريد أن نفتح هذه الحلقة بقصيدة من القصائد العذاب التي اخترتها لهذه الحلقة من بيت القصيد اقرأ علينا ما تحب أستاذ محمد تفضل إن شاء الله نبدأ بقصيدة أسميتها خيالات مشتاك تفضل أتحدث فيها عن شخص النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام على ضمأ من مقلتي ووحشة بروحي تمادى كالليالي ظلامها جميل طلعت على دنياي بدراً فأشرقت جوانب نفسي واستقام نظامها وأروى شراييني ضياؤك سيدي فكنت لآمال الجسام سنامها وصرت لآلامي دواء وبلسما وعاد لنفسي بعد فقد مرامها وربك ما في خاطري من قصيدة ولكن برؤيا من كمال زمامها يا سلام رأيتك فازدانت حروفي وأينعت قصائد شعري واستطاب كلامها وليست برؤيا في المنام وإنما خيالات مشتاق تنامى هيامها ولست بفياض المشاعر إنما بشوقي إلى لقياك زاد ضرامها ولست بفياض المشاعر مجدداً ولست بفياض المشاعر إنما بشوقي إلى لقياك زاد ضرامها يا سلام فبي لهفة القرن ويس وشوقه وما حال دون الوصل إلا مقامها حنيني حنين الجذع لكن أدمعي جوار برى جسم نحيل سجامها أيا فيض مشكات الهداية والتقى ومن لجموع الأنبياء إمامها بك الله أهدى للخلائق رحمة على منهج الإحسان كان قيامها أيا من جديد أيا فيض أيا فيض مشكات الهداية والتقى ومن لجموع الأنبياء إمامها بك الله أهدى للخلائق رحمة على منهج الإحسان كان قيامها يا سلام وسماك وهاب المحامد أحمدا وأخلاقك العظمى فأنت تمامها وأنت لوجه الحب عيناه والسنى وأنت لأفئدة الجمال صمامها إذا قيل من نجم السلام تجيبهم نجوم النقى والنور هذا وسامها يا سلام وإن قيل من هام المرؤة والندى يجيب الندى هذا المحمد هامها الله عليك فوالله ما في الكون قبل محمد فوالله ما في الكون قبل محمد كئبا يقود العالمين سقامها فوالله ما في الكون مثل محمد تهيم به الأفلاك فهو غرامها فوالله ما في الكون مثل محمد تهيم به الأفلاك فهو غرامها نعم فقد كان هذا الكون قبل محمد كئبا يقود العالمين سقامها وقبل بزوق الضوء من بطن مكة تحكم في دنيا الأنام حرامها وبين فلول الظلم تجتال شعبها وأزلامها الفجار طال خصامها تدفق سيل الحق يجرف زيفها وينسفها نسفا فيبلى صرامها وإذ بزهور في السماء تفتقت وأنسامها يزكي النفوس خزامها على يثرب بدر الثنية طالع وأنصاره الأخيار فاز مقامها ولما دخلت الدار طابت مدينة فيا ليت أني في الديار غلامها يقبل كفا من حرير وسندس أرق وأزكى من عبير سلامها وأسلت من رشح الجبين لآلئا أطيب طيبي ثم يبقى جمامها وأرشف من عينيك فيض هداية وتنسجني من مقلتيك مهامها ويا ليت أني في ارتحالك غيمة تضلل أشواقي فأنت غمامها يا سلام عليك وأغدو مع الركب المكلل بالندى فيغبطني يمن السرات وشامها وفي الغار خيطا يحتمي بك سيدي وأني بزاوية المغار حمامها وأني بزاوية المغار حمامها ما أجلها من أمنيات وما أحلاها وأعذبها من مفردات وما أسماها من أفكار شامخة عذبة جاءت من روح شاعر منتمن إلى عقيدة سمحة صرفة لا تقبل التشويه ولا المدلسين يا محمد أنت على ما يبدو أنك ثائر بقصائدك لا تخلو أبياتها من الأفكار التي تؤمن بها وفي سبيلها تكافح نعم وهي كذلك لا شك أن الشاعر ثائر والشاعر هو أصلا يعبر نعم عن مشاعره أحسن ومن أجلها وأعظمها مشاعره تجاه النبي عليه الصلاة والسلام يا سلام عليكم تجاه الوطن تجاه كل قضية إنسانية يحملها بين جنبيه الشاعر هو كما يقول كما يقول بعض نعم الشاعر هو رسول الإنسانية أحسنت وكما أن الشاعر رسول الإنسانية فهو شاهد على عصره وبيئته التي ينحدر منها نعم عن حب البسطاء من أهل اليمن بعيدا عن النخبة أو المتعلمين أو أوساط الناس ذوي الشهادات العليا كلمنا عن الناس المسحوقة الناس البسيطة وكيف أن هذه الناس تشعر بأن ساعة الخلاص لابد آتية ولا تنفصل فطرتها السمحة عن حبها للنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الإنسان اليمني هو إنسان رقيق القلب كما قال عليه الصلاة والسلام نعم أتاكم أهل اليمن هم أرق قلوبا وألينوا أفئدة ولكنه مع ذلك مع رقة قلبه ذو بأس شديد نعم كما قال الله سبحانه وتعالى نحن ألو قوة وألو بأس شديد الإنسان اليمني البسيط عاش ويعيش في اليمن رغم كل التقلبات رغم كل الأحداث نعم محبا لوطنه ولكنه أيضا كالطير إن ضاقت عليه أرضه فهو يهاجر من قديم الزمان الإنسان اليمني كان مهاجرا كان طيرا مهاجرا ذهب إلى الشمال وإلى الجنوب إلى الشرق وإلى الغرب فتجد الإنسان اليمني في كل بلاد بتلك البساطة وتلك العفوية لا تجد فيه التكلف يعني يحاول أن يعيش في كل بلد كما لو أنه بلده الأصلي ولذلك قال لأحدهم بعد أن تعرف علي أنا طفت في كثير من البلدان فوجدت اليمن إذا ذهب إلى أي بلد يتجذر فيه يا السلام ويصبح من أهل تلك بلد ولكنه لا يذوب فيه وهذه الميزة الإضافية ربما عند الإنسان يكون وفيا لهذا البلد لكنه يظل مرتبط الجذور ببلده الأصلي الذي خرج منه محافظا على ثقافته كذلك نعم حسنت يا محمد عن الواقع اليمني اليوم ما بين الوحدة وبقاء اليمن كتلة واحدة أو للأسف أن تصبح مجزعة ما بين الواقع والمأمول اشرح لنا هذه الحقيقة مع الأسف هذا من الواقع المؤلم أن اليمن ربما لم تعد يمنا واحدا ربما أصبحت يمنات لأن هناك مع الأسف فرقة عربية أنتجت فرقة يمنية لو كنا أمة واحدة العرب لكانت اليمن واحدة فلما تشضينا وتجزئنا أصبحنا يمنات يا الله أصبح الجنوب يريد أن يكون منفصلا عن الشمال وأصبح الشرق يريد أن ينفصل عن الغرب لكن هناك كثيرون لا يزالون مؤمنين بفكرة اليمن الواحد اليمن المتحد اليمن الذي لا يقبل التقسيم لا يزال هؤلاء موجودين نعم لا شك كانوا ولا يزالون وسيظلون وسينتصر مشروع اليمن الموحد بإذن الله تعالى أحسنت ولا شك أن مشروع اليمن الموحد سينتصر والحديث مستمر عن اليمن وأهله وعن تجربتك بالاعتقال أنا حسب ما أعرفت من معلومات فقد تعرضت أنت لفترة من الزمن كنت معتقلا لدى ميليشيا الحوثي سنتحدث عن هذا الموضوع ولكن بعد قراءة جديدة في الشار تفضل أستاذ محمد نعم اختاروا لكم أيضا قصيدة من القصائد التي كتبتها هنا في اسطنبول التي عيشنا فيها من سنوات عمرنا نعم أنا عيشت هنا منذ خمس سنوات ونصف تقريبا وهي أيام جميلة تعلمت فيها الكثير ورأيت فيها ما لم أره في بلادي من الثقافة ومن الانفتاح ومن وجود نخبة في هذا البلد الكبير بشعبه الكبير بتاريخه نخبة مميزة من المثقفين والأدباء والعلماء والمفكرين استطعت بحمد الله عز وجل أن ألتقي بكثير منهم وأن أستفيد منهم ولكن في نفس الوقت عشت واقع الإنسان البسيط في اسطنبول الذي جاء مهاجرا من بلده الأصلي من اليمن من سوريا من العراق من فلسطين جاءوا إلى هنا فوجدوا فيها متنفسا ولكن كانوا يواجهون بعض المصاعب فهنا هذه القصيدة التي اسميتها قيامة مرء القيس جاءت من وحي هذا الواقع فضل والذي لا يعرفه الكثيرون أن امرأة القيس الشاعر الكبير اليمني الكندي صاحب أشهر معلقة قفى نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي يا سلام هو جاء إلى اسطنبول يا سلام هذا لا يعرف كثيرون في قصة مشهورة لم أعرف أن هناك من عارضها أو أبطالها فعاش في القسطنطينية قديما واستنصر بهذا الملك لأنه كان يعرف بالملك الظليل ثم وعده بنصرة وذهب متجها باتجاه الشام ولما وصل إلى أنقرة رأى جبلا اسمه عسيب وقال تلك الأبيات التي كانت هي ختام مسيرة حياة امرأة القيس وإني مقيم ما أقام عسيبه هو جبل معروف إلى الآن في أنقرة أنا حاولت أن أزوره في زيارتي لأنقرة مشهور ذلك المكان فمن هذه الكصة تخيلت أن امرأة القيس يعيش في اسطنبول التي نعيش فيها ويعاني ما يعانيه الشاب العربي عسيب قام يمرأ القيس فرحلي وخل بلاد الروم بالروم تغتلي أتيت إليها تطلب القوم نصرة على الفرس والأذنى بأهل الرذائلي فغرتك قسطنطينة حين زرتها وأنسامها جاءت بري القرنفلي وكادت بك الأيام كيد مليحة تصد وتبدي عن نظير مكحلي وكنت وريث العرش من آل كندة فصرت أجيرا في زقاق ومعملي وضاقت بك اسطنبول وهي فسيحة فآوتك أنقرة الوفى بتم الملي أراك كئيبا والديار بعيدة على قربها بعد الهموم عن الخلي وليلك أرخى بالهموم سدو له وما الصبح في دار الهوان بأمثلي فكن مطمئنا فالأراضي وسيعة وربك يورثها المباعدة والولي وقم لم يعد عيش الغريب محببا بكاؤك أجدا في حبيب ومنزلي بسقط اللوى قوم دعوك وشمروا إلى الملك فارجع واقفا وتجملي يقولون سوريا فقلت مسورا بأخلاقي المثلى وطيب شمائلي من الشام أرض المكرمات وقبلة يؤم إليها من جنوب وشم ألي من اليمن الميمون منبع يعرب كرام السجايا ذي العماد الأوائلي ومن مصر من أرض العراق ومغرب عمان وسودان حجاز الفضائل ومن كل شبر فيه حر منافح عن الحق لا يلوي على ظالم يلي أنا الأرض لي والله أكرمني بها وتقواه مقياس العلا والتفاضلي ووصفي أنا الإنسان إن كنت سائلا ومن كان إنسانا على ما يساءلي الله ووصفي أنا الإنسان إن كنت سائلا ومن كان إنسانا على ما يساءلي ومهما تعالى الفرس والروم إنني على ضفة اليرموك أبري معاولي على ربوات القادسية عسكري وفي سفح حطين الإباء تكاملي وذا عمر الفاروق يرسل خالدا بكل جسور مستميت مقاتلي يقود صلاح الدين للنصر جيشنا مع الفاتح المغوار في خير جحفلي هنا الترك والأكراد والعرب الأولى قفوا سيرة المختار سيرة مثلي تمازجة الأرواح حتى كأننا يا سلام كماء سواد العين ليس بمنجلي أقول وكل الناس حولي تجمهر بفخر أنا الإنسان لله موئلي أقول وكل الناس حولي تجمهر بفخر أنا الإنسان لله موئلي أحسنت أحسنت أستاذ محمد شهدنا الكرام نخرج إلى فاصل قصير وبعده نواصل ابقوا معنا أهلا بكم مشاهدين الكرام ولمن التحق بنا في هذه اللحظات نذكركم معنا هنا في الأستوديو الشعر الإيماني المتميز الأستاذ محمد المثيل حيالله أستاذ محمد أهلا وسهلا فيك مرة أخرى أهلا وسهلا بك وأسهل الله مساءك أستاذ مصطفى وجميع المشاهدين بكل خير أستاذ محمد كمثقف كشاعر كأديب كمحب للغة للشعر للثقافة لهذا النشاط الكبير الذي يعني يفجر بواعث الحرية في النفس ويجعلها تأبى كل مشاريع الاستكانة والإذلال أو العبودية أو السكوت على كل من يظلم أبناء شعبه للأسف وإن كان أحيانا الظلم يكون من أبناء جلدتنا عن تجربة الاعتقال التي مررت بها وأنت الشاعر مرهف الحس أنا عرفت أنك تعرضت إلى تجربة اعتقال مريرة دامت قرابة أو نحو الشهر على يد ميليشيا الحوثي كلمنا عن هذه التجربة مررتها صعوبتها وتبعاتها إلى أين قادتك هذه التجربة تفضل الحقيقة أستاذ الكريم هذه التجربة هي من أقصى إن لم تكن هي أقصى التجربة مرت بها في حياتي فقد كانت الصنعاء هي المتنفس وهي المولد ومسقط الرأس ولكن ضاقت حتى أصبحت مثل سم إبرة يا الله فحين يخرج الإنسان منها أقول كارها لها لما أصبحت بذلك الجو الضاغط الذي لا تجد فيه متنفسا فتقول كلمة بكل حرية فأنت تذهب إلى أي بلاد أخرى من أرضك اليمنية أو من غيرها الحقيقة أنا خرجت من صنعاء وتركتها يعني وليس علي شيء يعني لكني خرجت باتجاه الجنوب وكنت في أثناء الطريق مع بعض الناس فتم اعتقالنا وكان إخفاءا قصريا أخذنا من الطريق يعني حينها دخلنا في أماكن مفيدة هاريز كانت أربعين أو أربع وعشرين يوما لكنها كانت كما وصفتها أنا في مذكرات كتبتها وأنا أحب أن أسجل دائما مذكرات لم تكن وحدك كان معك آخرون نعم الحقيقة نحن كنا نخرج في المساجد مع أهل الدعوة والتبليغ نخرج لما ضاقت المتنفسات وأنا كنت خطيبا وإماما في أحد الجوامع في صنعاء فضاقت علينا المتنفسات الدعوية التي تقول فيها رسالة الإيمان لأني كنت أخطب رسالة الإيمان في جوامع صنعاء وهذا معروف عني الحمد الله تعالى فلما خرجنا مع هؤلاء الكرام اعتقلنا في أثناء الطريق وهم كبار في السن ما بين الستين وثمانين عاما منهم اعتقلوا اعتقلوا وانا صعدت مع واحد منهم وعمره ثمانين عاما تقريبا إلى غرفة التحقيق في منتصف الليل وحولنا من المسلحين وكذا وكانت تجربة إخفاء قصري كنا نوضع في أماكن لا تصلح لعيش الإنسان وكانت أيضا أماكن استهداف لطيران التحالف حينها في 2015 ثم هؤلاء السجانون الشاويش كما يقال إذا جاء هذا طيران يهرب فيتركك أنت ضحية لقصف الطيران إذا جاء ثم يستخدمك كأداة إعلامية بأن هؤلاء العدوان يقصفون الأبرياء ولا يعرف كثيرون أن هؤلاء هم أساسا معتقلون أو مخفيون قسريين في مدرسة أو مركز صحي أو حتى مخزن من مخازن الحبوب بفعل متقصد من ميليشيا الحوثي يحضرون هؤلاء الناس ويخفونهم ومن ثم إذا ما تعرضوا إلى قصف من جهات ما يقولون أن هؤلاء المدنيين وقد قتلوا بفعل فاعل ونحن أبرياء لكنهم المسؤولون عن الدم على الأسف هذا ما حصل هذا ما تقوله حقيقة ما تعرضتم إليه أستاذ محمد هذه التجربة كان لها أثر معين على مشروع بقائك في اليمن فقررت الرحيل نعم أنا انتقلت إلى المناطق الآمنة في اليمن بحمد الله بعد ذلك استطعت أن أخرج لمواصلة دراستي ووصلت إلى تركيا بحمد الله سبحانه وتعالى كانت هي المتنفس والفصحة التي وهبني الله سبحانه وتعالى بعد مولد جديد وتجربة كانت فيها قصوى على رغم قلة أيامها هي 24 يوما في حساب غيري من السجنة كانت لا تعني شيئا لكنها كانت قاسية بالنسبة لي لأنني لم أكن أساسا متهما ولم أجد مثل ذلك التعامل من التعنيف والاتهام والتجويع والتعطيش ووضعك في مناطق الخطر ثم خرجت سبحان الله بمغامرة من واحد من الأخوة الأعزاء ذهب في أروقة الميليشيا ووضع المال هنا وهناك ورشاهم كما يقال لأنهم أساسا يبحثون عن فيديا من كل واحد يعتقلونه حتى بغيرتنا يامو خذنا إلى الشعر من جديد عليك تنقي أرواحنا بعد ما يعني أوجعتنا بهذه التفاصيل المؤلمة حقا التي عيشتها ونرجو من الله أن ينقذ اليمن كل اليمن وكل منطقتنا العربية من كل من يريد بها الفتن ومن كل أرباب السوء تفضل الحقيقة أستاذي في اسطنبول يذهب الناس مثلا في السواحل أو كذا ليرم شجونهم وآلامهم إلى البحر صحيح كما يفعل كثير من الشعراء ويشتكون حتى في بلادنا يعني كل من يريد أن يعني يفضفض تجده لا شعوريا ذهب إلى شاطئ البحر نعم غير أن تجربتي مختلفة نوعا ما لأني أردت أن أخاطب البحر بغير ما يخاطبه كثير من الشعراء فيشتكون إليه لكني أردت أن يشتكي البحر إلي هاتي نرى فقلت يا أيها البحر خفف من شجونك في صدري فإن لصدري في الهوى باع اقذف همومك في قلبي ترى فرجا تلقى المثيل يداوي فيك أوجاعة يا سلام ما لأراك كئي بل وجه منكفئا وبين جنبيك قلبا صار ملتاعة فراقك الدار أمطول النوى وبه أقضك الحزن أوها منك أضلاع ألست تعلم أني منك أكبر في مصيبتي غير أني لست جزاعة أنا وأنت بهذا الدار في عجب الحزن حزنا ومن الحب قضاعة يا الله هذه أبيات كما سمعتم ذكرتها في أحد السواحل في إسطنبول في مرمرة لأني دائما أتذكر أن الإنسان يمر بآلام وشجون ولكن عليه أن يوسع صدره لكننا لم نكتفي عليك أن تزيدنا من الشعر أبياتنا أيها المثيل تفضل نعم هناك أبيات كتبتها قبل أيام قلائل عندما رسلني أحد أصدقائي من صنعاء نعم وهو في مطار صنعاء الذي فتح مؤخرا وأنا أعرفه من طفولتي يعني كنت في سن الثالثة تقريبا أو الرابعة من عمري مع والدي وبقية إخواني ركبت لأول مرة في حياة الطائرة من ذلك المطار إلى مدينة أبها حيث كنا نذهب ونأتي فحركني الشجون والأخ يرسلني من مطار صنعاء سيقلع بالطائرة فأرسلت إليه هذه الأبيات كتبتها للتو وقلت له أنثر سلامي فوق صنعاء التي ملأت فؤادي بالجمال ومقلتي قد كنت في أرجائها أروي الندى عشقا وأرسم في هواها لوحتي أجني من الأعناب سحر قصيدتي وعلى حبوب البن أنقس قصتي أسكرت روحي من أغاني حبها وتشربت نفس النقى فتجلتي أنا ما تركت ديارها متقصدا لكن تخلت لكن تخلت عن هواي وولتي يا الله ما أقصى أن تتخلى المدينة عن حب أهلها يا محمد نعم قاسية المدن أحيانا تكون على أبنائها الأوفياء أم أنه ليس بيدها هذا الأمر ليس بيدها وإنما ربما كانت هي أو إياكم معتقلان يعني هي معتقلة القرار الأرض والإنسان الأرض والإنسان معتقلان للأسف في يمن الإيمان مع الأسف ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بالفرج ما الذي يحتاجه اليمن حتى ينهض من كبوته وأنت ابن هذا اليمن وأحد شعارائه باعتقادك ما الذي يحتاج إليه يحتاج اليمن إلى بناء الإنسان من جديد أن يبنى الإنسان على أساس من التعليم على أساس من المبادئ والقيم الإنسانية الإسلامية السامية على أساس من الحرية اليمن الآن كما ذكرتم أستاذي مسجون الأرض والإنسان يعني أنت الآن لو قلت لي عد إلى صنعاء يا الله لا أستطيع أن أعود من ناحية ثم أنا لا أرغب أن أعود وأكثر ما يسلي نفسي في هذا الأمر أني مثلا إذا تواصلت مع والدة حفظها الله ولا زالت في صنعاء تذهب أحيانا إلى مكة والمدينة عند بعض أخواني وأخواتي ثم ترجع تقول لا ترجع لا ترجع إلى صنعاء أقولها مثلا إذا أحسست أنها مثلا متعبة أو كذا أريد أن أعود إلى صنعاء وألتقي بكم وكذا تقول لا ترجع إلى صنعاء أنا راضية عنك أنت حيث أنت يا الله يعني تعرف أن الصنعاء ليست مؤهلة لأن تعود إليها وأن تمارس حياتك بشكل طبيعي وأن تنمي نفسك وأن تتعلم وتعلم وكما نجد في هذا بلد المضياف هي نصيحة من قلب أم لكنها نصيحة موجعة من قلب أم متوجعة وتخشى أن تفجع والله الظروف التي تعيشونها صعبة ومريرة كثيرا يا محمد والحديث عنها ذو شجون للشار من جديد لذلك أنا في أحد الأيام أيضا في جوالاتي في إسطنبول تذكرت صنعاء وكتبت قصيدة أسميتها من صنعاء إسطنبول يا سلام هذه الأبيات أحكي فيها القدر كيف أن أمواج القدر تأتي بالإنسان إلى بلد لم يكن يعرفه ولم يكن يحلم فيه خذنا إلى صنعاء ومن صنعاء ادلف بنا إلى إسطنبول هاتي نرى تفضل يا أستاذ محمد من صنعاء إلى إسطنبول تقاذفت بي إلى إسطنبول أقدار يا الله ولم يكن فيه فؤادي قط إشعار تقاذفت بي إلى إسطنبول أقدار ولم يكن بي ولم يكن فيه فؤادي قط إشعار وكنت مثل جذور البن منغرسا تشبثت بي أخاديد وأحجار كحجرة في زوايا بيتنا ألفت أو صخرة بنيت من فوقها الدار حتى أتى قدري في ذات ملحمة يا سلام وحول داري من الأشرار أسوار يحيط صنعاء وحوش الأرض قاطبة على جراحاتها كم صبت النار يا الله تناهشتها كلاب الفرس غاصبة وخان عهد هواها الخل والجار تناهشتها كلاب الفرس قاطبة وخان عهد هواها الخل والجار فأصبحت مثل قاع الجب يابسة لا عيش فيها ولا أنس وأسمار الناس فيها دمن تحيا مكابرة فلا ترى ما له حب وإكبار من سم إبرة هم يستنشقون بها مصابرون وفي أحشائهم نار طعامهم حسرات عيشهم أسف والظالمون لهم شهد وأبقار طعامهم حسرة عيشهم أسف والظالمون لهم شهد وأبقار باسم النبي وآل البيت كم قتلوا الله وكم أغاروا وكم جروا وكم جاروا وأمتي في دهاريز الخلاف فلا قاموا لنصرتها صدقا ولا ثاروا تكسرت في بحار الهم أشرعتي وأرقتني سجالات وأخبار خرجت أركض نحو الشمس ليس معي إلا بلادي وأوجاعي وأشعار أناشد الصبح أن يبدو ببهجته على ربانا فتمحو الظلم أنوار فلا جواب ولا في القوم ذو أدب وازداد في أرضنا بغي وأوزار لكنني رغم كل العاديات إلى حلمي مضيت وفي عيني إصرار لكنني رغم كل العاديات إلى حلمي مضيت وفي عيني إصرار أحببت كل ظروف العيش منطلقا الخير أبغي ونهج الحب أختار الله كان معي في كل منعطف إن حل يسر فلي أو حل إعسار سر يا صديقي وسافر في مناكبها مهما أتتك مفازات وأخطار فمن يهاجر يجد في الأرض متسعا الله فيها لمن سار أرزاق وأسرار في البر في البحر والأجواء أجوبة تقضى بها للفتى المقدام أوطار كابد لتهنى وحارب ضعف قلبك لا تلن إن لينك للعدى عار وقم لربك مملوءا بهيبته لتكتحم فأمام المجد إعصار والناس كالطير والأقدار أجنحة طوبى لمن حركوها للعلا طار طوبى لمن حركوها للعلا طار وطوبى لك على هذا الأداء الجميل وهذا الفكر السامي وهذه الرؤية المنصفة حقا للمغترب والبلد الذي يصديفك ومنصفة أكثر بوفائك لبلدك الأم الذي لا تتخلى عنه فأنت تحمل جذورك إلى أي بقعة ذهبت إليها وكنت وفيا فيها إلا أن امتدادك لا ينفصل عن اليمن الذي تحب سنخرج إلى فاصل ومن ثم نواصل مشاهدين الكرام فاصل قصير ومن ثم نعود نرحب بكم أعزائنا المشاهدين إنما كنتم وأهلا وسهلا بكم وصلنا إلى الفقرة الختامية من حلقة هذا اليوم في برنامجكم بيت القصيد ومعنا هنا في الأستوديو الشعر اليمنية الأستاذ محمد المثيل محمد تجربة الثورة اليمنية والحراكة اليمنية الممتد منذ أزيد من حوالي 12 عاما هذا أفرز الكثير من النماذج الفكرية والشبابية المنتشرة على الساحة لكن لابد من وجوب أن يكون المثقف صمام أمان لمجتمعه لا أن يكون بأفكار يعني حامل أفكار مشوهة أو داعي لأفكار هابطة غير منصفة يعني تزيد ألم وفرقة المجتمع التي يعيشها بأتقادك وأنت ابن اليمن ما الذي ينبغي على الشباب خصوصا المثقف اليمني من الذي ينبغي عليهم أن يتخندقوا فيه الخندق الذي ينبغي أن يجتمعوا فيه الآن بأيضا عن كل الأفكار التي تفرق أكثر مما تجمع تفضل أهم ما ينبغي أن يركزوا عليه هو تأليف القلوب يا السلام والسعي لجمع الكلمة وتوحيد الصف وهذه الرسالة التي أنا أحملها وأحب أن أعرف بها أن نسعى للم شمل المسلمين جميعا أحسن وليس مجرد اليمنيين أو العرب نحن نتطلع إلى أن يكون الإنسان العربي حرا طليقا يذهب في كل بلاد الله تعالى حيث ما شاء بكل حرية وأن تكون بلاده الأم أو مسقط رأسه بلاد حرة فيها الفسحة فيها الإمكانية لأن يعيش متعايشا مع كل الأطياف ورغم الواقع الأليم الذي عاشه ولازال يعيشه اليمن إلا أن الشعب اليمني لا زال يؤمن بأهمية أن يكون متحدا أن يكون واحدا أن ينبذ الخلاف أن يسعى لأن يرى في المستقبل وإن كان الأمر يعني صعب أن نتخيل أن نقول سنتين أو ثلاث أو إذا كان بعض الناس ربما لو سألته وهو مطلع على السياسة يقول لك من أسوأ من سيئ إلى أسوأ وهذا مع الأسف هو واقع لكن لا زال أملنا كبيرا نعم بأن الله سبحانه وتعالى سيهيئ الأوضاع وأن هناك من يحب اليمن إن شاء الله ومن يحب وطنه لكن هناك في اليمن يعني شريحة لا بأس بها من المثقفين يعني تتبنى نهجا وإن كان نهجا يعني غير منظم إلا أنه على المستوى الفكري خطير جدا يا محمد الذين يدعون أو يدعون أن فكرة الأمة الواحدة والإسلام أثر على اليمن ووحدة اليمن الذين ينادون بفكرة يمن منفصل عن الإسلام كيانا وعقيدة وهوية الذين يقولون إن اليمن كان عبارة عن ممالك قبل الإسلام وجاء الإسلام ففرق وشتت وكل هذه دعوة باطلة وكلها مجتمع افتراء على الإسلام فاليمن يعني كان ذا عز في الإسلام وقبله وزاد عزه في الإسلام حدثنا عن هؤلاء وعن شطط ما هم فيه من طريق لا تنكر عوجاجه صحيح أستاذ مصطفى هذه الحركة المتطرفة التي تتبنى خطابا قوميا يعادي النهج الإسلامي الحنيف الداعي إلى ألفة القلوب وإلى وحدة الصفوف وإلى جمع الكلمة هؤلاء هم نتاج الواقع المؤلم الذي جاء بسبب طرف آخر اسمح لي أنا أقول لك دائما التطرف يقابل بتطرف والضغط يولد الانفجار يعني نحن شهدنا في اليمن في السنوات الآخرية الآخرى أو السنوات الأخيرة هذه شهدنا صعود نعرة عنصرية سلالية في اليمن تريد أن تستولي على الحكم وغذت هذه النعرة في ثقافتها ومنهجها لكن هؤلاء وأنت تدري لا يمثلون الإسلام بالعكس هم ربما يشوهون الإسلام ويمعنون بتشويه لا شك يعني عن الحوثي أنت تتكلم أنا أتكلم عن الحوثي ونعرته العنصرية السلالية التي ولدت الأقيال أو ما يسمى بحركة الأقيال إذن لماذا لا يصب هؤلاء الشباب جام غضبهم على الحوثي بصريح العبارة بعيدا عن الافتراءات التي توجه إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى بني هاشم أو إلى قريش أو إلى الإسلام جملة واحدة حتى أن بعضهم للأسف يتطاول على القرآن الكريم ويقول أن القرآن سببا من أسباب التخلف الحضاري في اليمن والعياذ بالله وإن كان هذا محض افتراء يعكس يعني جهل صاحبه وليس فيه من الثقافة ولا الحصافة شيء نعم تفضل لك أن تكمل أستطيع أن أقول باختصار هؤلاء هم صنيعة الحوثي وهم يخدمون الفكر الحوثي ويهيئون أرضية له حتى يذهب الناس إليه المجتمع اليمني هو مجتمع الإيمان يعني هم مجندون وإن لم يجندوا نعم بل هناك من هو مجند رسميا وهناك من جند نفسه بغير مقابل نعم بدعوة أن هذه الطريقة ستعد لليمن مجده وستخرجه من هذه الحقبة السيئة التي أصبحت العنصرية فيها والسلالية وأنا ابن فلان وهي الطاغية لكن الحل ليس هنا الحل ليس في هذا الطرف ولا في هذا الطرف نحن نقول الحل هو بالعودة إلى وسطية ديننا الحنيف حسنا وسطية كذلك وطنيتنا أن نكون محبين لوطننا أي كان فلان أو علان كن ابن من كنت واكتسب أدبا هذا الذي ينبغي أن ننادي به لا يهمني يا مصطفى أن تكون مثلا كما تقول ابن رسول الله أو ابن الملك الحميري والقيل الكحطاني كل ناس لآدم وآدم من تراب ولا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي إنما الفضل بالتقوى بما قدمت لبلدك هناك شعوب ليست عربية ولا ربما تمت إلى العروبة التي نفتخر بها بشيء لكنها بنت ونهضت بأوطانها فلماذا لا نكون مثلهم؟ لماذا لا نكون مثلهم؟ عسانا نتعلم يا صديقي ويعني نعوض ما فاتنا خذنا إلى قصيدة جديدة لأن الوقت يشك أن يغلبنا وينتهي تفضل أستاذ محمد نذهب إلى رحاب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذي علمنا كيف نكون أسوياء كيف نكون على الإنسانية الصحيحة السليمة الخالية من التعالي والكبرياء الإبليسي هذه أبيات كتبتها عندما ذهبت والدتي من صنعاء إلى مدينة الحبيب عليه الصلاة والسلام وأنا هنا في إسطنبول كنت أتمنى أن أكون معهم في تلك الرحلة لكن حالة الأقدار فكتبت هذه الأبيات في هذا الحدث مع الحبيبة إلى طيبة ساروا إلى طيبة الهادي يرافقهم دمعي وتصحبهم روحي وأشواقي مع الحبيبة أمي طاب مقدمهم تزداد طيبة إشراقا بإشراقي قد خلفوني وقلبي لا يفارقهم يكاد يهلك من حزن وإشفاقي العمر يمضي وزادي ليس يسعفني ولست أدري من الماضي من الباقي لكنني أرتجي قرب اللقاء بهم برغم بعدي وأوزاري وإملاقي أرجو لقاء طبيب طيب حذق وهل كطاها يداوي داء أعماقي وهل كأمي رفيقا في معالجتي ببرها أرتوي من فيض دفاقي وصحبتي خير من أرجو مودتهم صنوان روحي مصابيحي وأحداقي يا من ظفرتم بهذه الأمنيات لكم مني سلاما على أنسام رقراقي سلام روحي على طاها وصاحبه وثالث الروضة الخضراء ترياقي صلاة قلبي على طاها وعترته ما طار طير المنا بجناح خفاقي يا سيدي أنت من علمتنا أدبا ومنكم الناس حازوا خير أخلاقي كم من دعي إليكم سيدي ملئت يسراه بالقتل واليمنى بإحراقي كم من دعي إليكم قدوتي شبعت بطونهم من معاناتي وإطلاقي تزينوا بمسوح الدين وانتشروا مثل الثعالب في أثواب عشاقي قالوا كما قال أسلاف لفريتهم هم صفوة الخلق هم أحفاد إسحاقي أستغفر الله من ذكري لهم خلفا للمصطفى وذوي فضل وأذواقي يا رب عجل يا رب عجل لنا بالنصر في يمن والشام في قول كن تفريج خلاقي اللهم أمين أحسنت أحسنت أستاذ محمد أفضل الله لك فاهن نريد الآن منك جابات لرسائل عاجلة رسالة إلى أمك ماذا تقول باختصار الوالدة الحبيبة أرجو لها وأتمنى لها طول العمر وأن يوفقها الله سبحانه وتعالى هي الآن في مدينة أبهى وكانت قبل أيام في مكة وهي تذهب ما بين صنعاء وأبهى ومكة أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكون بالصحة وعافية وتكون راضية عنها رسالة إلى صنعاء صنعاء كما قلت فيها أبيات عندما سمعت جبر بعداني وهو يتكلم عن صنعاء وقال صنعاء ما عضت لفقدي إصبعا وقطعت من فقد عليها الأصابعات فأنا قلت وصنعاء كانت يوم كنت سميرها عروسا بها قلب الشغوف تولع أنوح إذا لاحت لقلبي نجومها وأذكر نادينا بها والمرابع هي أبيات كتبتها بعدما سمعت أبيات جبر البعداني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن صنعاء رسالة إلى الشباب اليمني الذي لا يزال مؤمنا بفكرة الوطن الموحد ويكافح وينافح في سبيل ذلك أنا أشد على إيديكم وأحثكم على أن تواصلوا مسيركم لأن يبقى اليمن واحدا وأن يبقى ضمن مجتمعه العربي وأقليمه العربي والمسلم حتى يزدهر لأن لا يمكن أن نزدهر ونحن في هذه الحالة من الشتات وكلمة للتاريخ تسجل عليك من أجل اليمن الذي تحب في الختام ماذا تقول عن اليمن؟ اليمن هو موطن الإيمان والحكمة والفقه كان ولا زال وسيظل بإذن الله تعالى موطنا للأصالة ومعدنا للعروبة والإنسانية منه انطلقت الحضارات وإليه إن شاء الله سيعود كل العرب زائرين سيعود كل العرب مستمتعين بهوائه النقي الجميل سيعود اليمن خيرا مما كان وأسعد مما كان سيعود اليمن سعيدا بإذن الله تعالى وتوفيقه شكرا لك أستاذ محمد المثيل الشاعر اليمنية الشاب وصاحب الأفكار الممتلئة تفاؤلا شكرا لك على هذه الحلقة المائزة والرائعة جدا يعني أسعدتنا بحضورك وأمتعتنا بإلقائك العذب الجميل وأحسنت بتشريفك لنا في هذه الحلقة وشكت الحلقة على الختام في الختام ماذا تحب أن تقول؟ أحب أن أشكرك أستاذ مصطفى وجميع الإخلاء المشاهدين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا دائما لأن نكون عند مستوى المسؤولية لما أنيط بنا وأنتم كذلك دائما إن شاء الله شكرا جزيلا لك أستاذ محمد مشاهدين الكرام ياذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج بيت القصيد في الأسبوع الذي يليه في الأسبوع المقبل بحول الله وقوته اتجددوا لقاؤنا وإياكم رفقة شعر آخر وحتى ذلك الحين لكم مني أطرب التمنيات دائما وأبدا ظلوا في أمان الله وفي شعر لا ينتهي وأمل لا يموت إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة